السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو طانع طانعا اليوم ما تنسوا تصلي وتسلموا على رسول اللي عليه أفضل الصلاوات اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو مختلف فيديو متنوع روتين تحفيزي اللي رح نشارك معكم تنظيف المطبخ وهذا راجع كما شتوا في بداية الفيديو كان عندي المصن ودرت توسعه لوحد المكان اللي إن شاء الله شريته وحد الحاجة اللي رح نشاركها معكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة ما نخسرش المفاجأة ولكن إن شاء الله في الفيديوهات القادمة رح نشاركها معكم ونعطيكم كامل المعلومات يعني stay tuned تبعوا الفيديوهات القادمة إن شاء الله رح نشارك معكم أيضا الفورن تعيلي شحال أنتم ما تكتبوا لي في التعليقات هو ولا بلاك شحال شريته اسكم لي عطينا بعض النصائح رح نشارك معكم أيضا وصفة ليغوف كما قلت عاتيقة ليغوف رح نعطيكم واحد لسوس لي خليهم يجوهم قرمشين حتى وطيبتهم في ذلك الآن وما جوكم قرمشين نعطيك هاد لسوس رح يجوكم قرمشين ويجو كيماليتشيهم من بره إذن هذي تبعوا الفيديو نبدو على بركة الله كما كنت شاهدوا هنا كان عندي ماصون وكما نعرفوا حالة الترياب وكي يكون عندك الماصون بطبيعة الحال شوفوا الحالة رح يمغبرة في حالة وخرجت لمعن كامل المهم اليوم فيها تزرزق وعلى بلاي رح يجوني ذلك التعليقات يقول كراجل وكيفاش تدير روتين خوتي أنا هاد المطبخ أنا لي مسؤولي عليه المطبخ لي كنت شوفيه أنا لي مسؤولي عليه بطبيعة الحال بما أنه أراني نطبخ وراني نصور كل يوم لازم يكون نظيف وأنا ما نكذبش عليكم ما نقدرش نخليه المطبخ تاعي بلا ما نغسله ولازم أنا لي نغسل بيديا باش نتأكد ما نظفت المطبخ صح لوالدة تعاونني الصح حوائج خفاء في بركة ما تقدرش بزاف المهم يعني باش فقط نتفادوا هذو كل التعليقات السلبية وكما نعرفوا كامل ريستوران وكما رجالة هما لي يديروا التنظيف يديروا هذك الميناج وكلش المطبخ بطبيعة الحال بما أنه أنا الخدمة تاعي في المطبخ ما كذبش عليكم باش نلقى راحتي وباش نقدر نمد كلش لازم ننظف المطبخ مليح باش نقدر نلقى راحتي هذا كل ما كان يقضي فيه وقت كبير هذا هي بعد ما قصلت لحيوط بشوية تعيزيز شوية تعالوت جافل كما قلت لكم أنا ذو مالي برودوين يخدم بيهم بزاف سينول هنا اللوفيي اللي هنقدرت لول شوية تعال بريلاكس برودوين سبيسيال تعال الإينوكس كلش بالنسبة لهذا البيدون هذا شيتو أنا بيتون واربعين ما نكذبش عليكم هو تعال أرضية بس عنده سلبيات وإيجابيات سلبياته ما نكذبش عليكم ما ينشفش مليح ترتو الأرضية يخليها لكم هكاك مشمخة سينول اللي هنه إيجابياته مليح سيرتو تقدير يدري به البلافون تمسحي به ليفو بلافون تاك سيرتو تعال كوزينا مليح تعال بلاستيك يوصل الأمك مبعيدة ولا مثلا الحيوات تعال كعليم بزاف مليح اللافايون ساكعتم سحي به لومو ولا المهم حاجة بزاف مليحة خير مما تلو حيل ما يكون تري سيتي ولا هذا رح يساعدك بزاف من بعد زيت شللت هذك البوتاجي كامل وبالفريتوار وجبت هذي النشافة هذي رح ينضيفه باش مكالها تقوله باللي رحي خدمت بيها ومسحت بيها الأرضية ومبعد تمسح بيها البوتاجي ومتاك تقدر على نظافه انه هذي رأي جديدة مستعملتاش خلاص من بعد الهنا جيت هذوك البلارات انتاع ليزي بيس كما نعرفوا ديما كل يوم انطبخوا يديني يكون فيهم الزهام المهم تمسيهم وصيرتول هنا رح ننصحكم واحدة ناصحة بالنسبة ليزي بيس انتوما ليزي بيس تاعكم من ثلث شهر ثلث شهر لازم تبدلهم حتى وقعدوا لكم ارميوهم اي نوعية عليزي بيس لازم من ثلث شهر ثلث شهر تبدلهم سينو وطروح ريحتهم وطروح البنات انا ما نكذبش عليكم ما يجي يوصل ثلث شهر بما انه استعملهم ديما يخلاصوا لي اغسلت هذوك البلارات مليح زيت شللتهم ونخليهم يتقطروا من هذا كل مال مليح ومبعد رح نمسحهم معاكم ونعمرهم ان شاء الله اذهبوا للفرن تاعي بالنسبة للمارك تاعو اريستون الفرن تاعي للمارك تاعو اريستون من تحت غاز ومن الفوق تري سيتي ما فيهش الفنديلاتور هذيك ما فيهش بالنسبة للسعر تاعوش يتوب 6 مليون ومية عنده ذوك عامين ونص حتى تلسنين يعني وصراحة الحمد لله ملقيت فيه حتى مشكل يطيب بيان سواء من تحت جهة الغاز ولا جهة تري سيتي الفوق ايضا فيه السيستام او في هذك الكتاليزار يعني يقولك بالسيستام هذا انه الفرن يغسر روحه واحده مثلا دلتي قراتا وطار لك هذك الكتالي جوانب وانا كنت تشوفوا في الحديدة ذوك كي تكون او يكون الفرن تاعك فات درجة 200 درجة يعني رح يغسر روحه واحده ينظف هذك الكامل انحيها لك هذي هي السينو اللي هنه مرة على مرة لازم نغسله بهذاك البرودو بريلاكس ولا اقل جوست مات اتنسون تلي حولي ولمو جوست برك اندلو هذك البرودوي ونمسحه بشيفونا حتى انتمسحي كامل هذك البرودوي اللي هنا هذي الحديدة هذي كنت شوف فيها نحيتها من تحت الفرن مرات كيندل ديقراتا ولا ويفيضوا لي الكالبيوش عمل ولا اي كريمة تهبط لي الكريمة وتهبط لي القاعدة تاع الفرن لو اديلي هذيك طبقة هذيك موش الكتاليزار هو اللي رح يغسله لازم تلي تغسله هذا هي بالنسبة للباب انتع الفرن كما كنت شوفو اراهو يدي مونطا وتغسله دليلو البرودوي تلوحي عليه الماء نورمال ولكن انا نحاول نتفادى المياه سيبطول هذي الحويج حاولوا نتفادى والماء نمسحه بكتانة تكون ناشفة ولا كتانة تكون مبلولة مهم تعصرها مليح ومن بعد تمسحه بالكتاتن هذوك سبيسيال تاع الميكروفيبر انتا لقزاز او تنزجاج وترجعيه شوفو يرجع بلا البالم لحتى حاجة يرجع في بلاستو نورمال وتعاود يترجعيه نورمال يركب كما كنت شوفو عنده واحد العفسر اللي هنا جوز ترجعيها ويرجع على ذاك الباب المهم انا ديمونطيتو من الول الاخير نحيت له كلش وغسلتو بيان وكما قلت لكم راهو انكاستري ولكن انا الحدي الان ما زال ما حطيتوش في بلاستو ان شاء الله هالأيام القادمة باذن الله راح تشوفو الكوزينا بالبيان هذا بالنسبة للفرن كما قلت لكم راهو اريستان شيتو بستملاين ومياه هذو هما معلوماتو صراحة اعجبني بزاف ما لقيت فيه حتى بروبلام نروح وضك الابلاك هذو الابلاك كما كنت شوفو من الانوكس صراحة انا ثاني ما لقيت فيه حتى مشكل الريش والتح ملاح قاويين الحمد لله ما فيها حتى مشكلة ولكن حاجة وحدة لازم كي تنهار للول كي تبدأوا تخدمون لازم دلولها شيفونية سبيسيال لازم تغسلها بعفاي سبيسيال سينون دي ما تدلولها الاليمينيون باش ما تخسل لكمش لانه لو كنت تمسحيها او تغسلها بهذه اللافات اللي راني نغسل به هنا راح تتجرح لك وتخسل لك او يخسل لك الشكل تحها ولكن نصيح انا اعطيها لك انك تشري بلاك تاع الانوكس خير من من تشري تاع القزاز يعني هذا بالنسبة للمعلوماتي لانه تاع القزاز مرات يضطر تقول للناس و راح تخسري اذن هذي يو للسعر تحها ثلث ملايين ومية والاسم تحها او لامارك تحها اريستون ثاني نفس الاسم هذا يوم بعد الهنار تجعت هذوك الاواني بعد ما غسلتهم نعطيكم غير حواج خفيفة سينوراني غسلت بزا 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 تميزرت هذك النار ميزيرية كحلا المهم وبعد ما تقطروا لي هذوك البلارات جبت الهنا كتانة عن ميكروفيبر هذو ملح يكونوا عليك زوجه لثلاثة في الدار تمسحي بهم القزاز تعد دار لمرايات المهم بلاراتك المهم ملح بالبزاف من بعد الهنار جبت هذة توبل بسكرية مع اندي زد فوت تيست صراحة بزاف بزاف هذة توبل ملح فيهم واحدة الريحة وزيد البنة يعطوكم البنة للمكلة تاكم الهنا كما اقول لكم انا يا يعني من عادتي انه مثلت شهر ثلت شهر مبدل توبل تعي ما كدرش عليكم انا اصلا ما نرميش توبل لانه ما يجي يفوت ثلت شهر يخلصوا التوابل تعي ونكون محتاج توبل اخرى لانه كما تعرفوا رحين طيب ديمة هذه هي سينور هذة لاباش كما اقول لكم رحو التوصيل لثمانية وخمسين ولاية يعني الافريزور هي ادو ميسيل حتى الباب الدار بعد ما عمرت هذه البلارات هذة هي الريزولتات فينال سواء الابلاك تعي كما قلتكم الاسم تحا أريستان كما قلتكم هذة اللافات الحرشة رح تخسر لكم العطول ولا هذة الحديدة الفوغانية جس سينور نورمال عادي بريحة ايضا بالنسبة الفرن تعيي اللي هنا جس دلولو كتانة ميكروفيبر وحافظوا عليه ما تخليوشي كتر فيه الوسخ بزاف باش يقول لكم ديمة انضيف والحمد لله صافي تروازون لحد الان راهو مازال انضيف نروحو ذكر الوصفة ليغوفر نحتاجو كاستع فرنة اي ميو عدل 120 غرام كاستع خميرة كيميائية كاستع 4 انت الحليب اي ميو عدل 240 ميلي لتر عندي نص كاستع مارغارين ذيبة اي ميو عدل 100 غرام عندي قشور ليمونة ولا مندارين ولا المهم عندي ملعقة فانيلا قرصة ملح ملعقة كبيرة على سكر وزوج حبت انتع البيض اول حاجة في الريسيبيون حطوا هذك الفرنة حطوا القرصة على الملح وكاستع 4 انتع الحليب حليب يكون باردة هذي حبت انتع البيض انا راح نداد مكونات كام مع بعض نزيدو الهنا قشور حبة برتقال ولا قشور حبة ليمون ولا اللي ما عندوش يقدر حتي دير الموندارين بما انو رانا في الموسم تاع الموندارين عندي ايضا ملعقة انتع الافاني ولا الكرامل عندي ملعقة كبيرة تاع السكر وعندي كيستة اخميرة كيميائية ونخلطوا هذ المكونات كامل جيدا مع بعض حتى نخبطوا هذك البيض مليح ويصبح عنا القوام ليس من بعد الهنا راح نذوبوا هذيك المارغارين حوالي 100 غرام نذوبوها نخلوها تبرد ونبعد نضيفوها هي اخر حاجة ونخلطوه مليح حتى يتجنسونا كامل مكونات ونتحصلوا على قوام ليس بهذه الطريقة من بعد الهنا بما انو خالي تاعنا في خميرة كيميائية على اقل نغطيه ونخلوه حوالي 10 دقايق يرتاح لنا من بعد الهنا نجيو نعودو نخلطوه خلطه ولازوج وبطبيعة الحال لازم نفرغو الخالي تاعنا في طاس كيمياء هذا بشي سهلة لنا العملية من بعد كيميبو نطيبو ليغوفر تاعنا من بعد نجيبو الآلة هذي سبيسيال تاع ليغوفر ايضا انا كمون ديتهم عند لاباش فاتفيت راح نبارتاج لكم انستغرام تحمل لنا تقدروا توصلوا معاهم ولاليفريزو راهي في ثمانية وخمسين ويلة يعني التوصل حتى الباب الدار لازم ندهنوا الاباري تاعنا بالشوية زيت ولا بالمارغارين لازم في الاماكن كامل سوالي ندروا فيها العجين ولا هذوك الفوغانين لازم ندهنوهم مليح باش ما يستغلكمش ليغوفر تاعكم وبعد نفرغو الخالط حتى نتوفو هذوك الكعب رذيكم توفو فيهم ونغلقوها ونخليوها من خمس دقايق حتى العشر دقايق باش يعطوكم هذيك القرمشة ويعطوكم هذيك اللون المحمر هذه النقطة سينو اذا انتو ما طيبتوهم ومعطوكمش هذيك القرمشة ومعطوكمش هذيك اللون لي حبيتوه انتو ما واجددو تشعلوا الفرن بتاعكم غير من الفوق تحطوهم في بلاتو تحطوهم في بلاتو وتشعلوا لهم من الفوق تخليهم حتى ياخذوا لهم المحمر ولازم تعسوهم سينا راح يحماروكم في ساعة ما يطولوش بزار وراح ياخذو لكم هذيك القرماشة وما تحسوهم مش خلاص بلي طيبتهم في الفرن واللي هنا بالنسبة لتزين لكم الاختيار كل واحد كيفاش يحبهم أنا دلتهم الشوكولات أترتيني أي نوعية كانت عندكم تلقيهم ليه فراز البانان راهو بداي يدخل الفراز تلقوه اللي هنا دكتو عن الخضار زوج حبات ولا ثلاثة يكفيكم نص حبات على بانان ولا حبة وهما كفوكم نديرهم شوية على السيكو الجلاسي وهذه هي النتيجة تعنا لنهار اليوم انتمنى أن نكون عليكم خفيفة ضريف يكون فيديو تحفيزي نكونوا استفدتوا أيضا من الوصفة تعنا لنهار اليوم ماوقع لي نقول لكم شهدكم بس حا ما تنسوش تبارتاجه لفيديو نتلقعوا في عدد آخر تلاف روح كمسيرا ماريكم